حضر سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد جيروم كوشارد سافير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وقد ألقى سعادة وزير الخارجية بهذه المناسبة كلمة أعرب فيها عن تقدير مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لما يربط البلدين الصديقين من علاقة صداقة تاريخية وتعاون ثنائي متميز في ظل التوجيهات الحكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وأكد سعادة وزير الخارجية أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حريصة على تنمية وتطوير التعاون المشترك مع الجمهورية الفرنسية في المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والفنون والعلوم والاستفادة من الخبرة الفرنسية العريقة في المجالات التنموية المتعددة وتوسع أفاق التعاون إلى مستويات أكثر شمولا بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين وأعرب عن اعتزاز المملكة بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربطها مع الجمهورية الفرنسية وتقدير البحرين لمواقف فرنسا الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى إشاعة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومساندتها للقضايا العربية في المحافل الدولية معربا عن خالص الشكر للجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير طوال فترة عمله سفيرا لبلاده في المملكة من جانبه أعرب سعادة سفير الجمهورية الفرنسية عن شكره لسعادة وزير الخارجية على تشريف احتفال السفارة منوها بما لقيه من حكومة المملكة والمسؤولين فيها من تعاون ودعم كان له كبير الأثر في تسهيل مهمه الدبلوماسية مشيدا بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة